مباحثات عن هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة يعود إلى الطاولة مجددا والبحث حول إمكانية إدخال الوقود ضروري للقطاع مع تشديد أمريكي على حل الدولتين ورفض بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة حتى الآن لا يوجد اتفاق على موعد تنفيذ الهدنة لكن أفادت صحيفة تايمز أوف إزرايل أن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يدرس المطلب الأمريكي بوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة كما قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن وقفا لإطلاق النار لعدة ساعات أمر ممكن النقاشات تتمثل في تهديهة نهارية تستمر 12 ساعة بحسب مصر فلسطيني مطلع على تفاصيل النقاشات وسيسمح خلالها بالانتقال من شمال وادي غزة إلى جنوبه على أن يمنع الانتقال من جنوب وادي غزة إلى الشمال سوى شاحنات الأنرواء والصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال تلك الهدنة المحتملة تتعهد إسرائيل بوقف الهجوم الجوي والبري والبحري على أهداف فلسطينية فيما تتعهد الفصائل الفلسطينية في غزة بوقف القتال مصر فلسطيني ذكر أن واشنطن هي من تضغط على إسرائيل لبحث شروط إنفاذ التهديئة الإنسانية مع تشديد واشنطن أن الوقف المؤقت لإطلاق النار هدفه محدد وهو إدخال المساعدات إلى غزة وإخراج الأمريكيين من هناك التوقف المؤقت الذي يسمح لنا بإدخال المساعدات وإخراج شعبنا هو أمر جيد لشعب غزة إنه أمر جيد للأمريكيين المحتجزين رهائن التوقف المؤقت لا يعني وقفا عاما لإطلاق النار حيث تنتهي الحرب بل توقفا مؤقتا فقط لغرض محدد النقاش يدور كذلك وفق المصدر الفلسطيني يدور حول إفراج حركة حماس عن نحو ثمانين محتجزا من مزدوجي الجنسية والمدنيين وبالإضافة إلى جثث إسرائيليين قتلوا في غزة على أن تفرج إسرائيل أيضا عن النساء والأطفال الأسرى لديها أما بالنسبة للمحروقات فيشمل النقاش أن تعمل إسرائيل على إدخال خمسين ألف لتر من الوقود يوميا إلى قطاع غزة على أن يبدأ إدخاله تدريجيا وأن يتم توزيعه ضمن عملية مراقبة محددة وصارمة تحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة أربعمائة وخمسين ألف لتر وقود يوميا فيما تحتاج مستشفيات القطاع كاملة إلى خمسة عشر ألف لتر من الوقود يوميا أما مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة فيحتاج لوحده خمسة ألاف لتر من الوقود يوميا وعند الحديث عن زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح تشمل المباحثات الجارية أيضا دخول مائة وخمسين شاحنة إلى مائتي شاحنة يوميا ترجمة نانسي قنقر